السلام عليكم اخوتي و اخواتي اتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير و على خير وتكونوا في صحة جيدة يا رب اخوتي سوف نشارك معكم الملاوي على طريقتي و سهلة في نفس الوقت يدروها البنات المبتدئات يجيكم سهلة من اول تجريبة و نجح معكم المسمى اللي لم نجحوا لها الملاوي سوف ينجحوا ليكم انتم اتبارك الله البنات تابعوا تابعوا الطريقة ديالتم كيف الشي انتم اتبارك الله كديرين البنات رائعين البنات ما شاء الله يدرت حجم صغير و حجم كبير ما غير نحطيكم جوج اختيارات اللي ارتاحيت وتما فيها ديروها تيجي وعلى البنات زوين 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 بزف عندما البنات كيتقارمج في نفس الوقت ولا كيرا رائع البنات خفيف و مهوي والطريقة اللي غنخدمه غتتعجبكم البنات و غتشكروني عليها وتجي سهلة و بسيطة مع لكم غرد دعم اختكم عالم ومصافاء و شكرا لكم اخوتي و اخواتاتي و شكرا لأي واحد ادخل القناة ديالي وورك على الجارة و ديالي لايك و خليه تعليق شكرا لي بزاف من هذا المنبر تنشكركم كاملين بسم الله على بركة الله نزول طريقة كيف شغلا نحضرهم تابعوا الفيديو من الول حتى الاخر الله يزعزكم بخير بس حصلوا على الناتجة و نبغيكم تجربوهم و غتخلوا ليفتتعليق و غتشكروني عليهم تيجوا غزالين البنات احترقتهم غزال البنات ما غتخترش لك في البال طريقة زوينة مع لك غير تابعي الفيديو بسم الله على بركة الله أنا بسم الله على بركة الله اخواتاتي غندر معكم هاد المليويات اللي تيجوا غزالين طريقتهم رائعة مع لكم غير تابعوا الفيديو من الورحة اللي اخر ان شاء الله بتحصلوا على الناتجة زوينة عندي ربعات كيسان بحل هذا كاس العنبة ربعات كيسان دي الدقيق والابيض وكاس دي الفينو وعندي لبنات الملح لحسب الضوء عندي خمارة 8 مليا غرام خمارة الحلويات صافي هنخلط الماجيش كامل تيجي و سوي لبنات مع لكم غير تابعوا بتشوفوا الطريقة ان شاء الله وتجربوهم و غدا تشكروني عليهم طريقة غزالة يا البنات وتقول لهم اعتبدين عليهم تجيزوين الطريقة بزا في البنات هنا البنات عدي العسل مع القديل العسل عديلو يد العسل اه عسل هنا كم باكم دائما سنقول لكم احنا ايطاليا عدنا العسل مزيان العسل حر زوين هاد العسل هذا رديل واحد البلط يقول لي الكس طانية ثم ديروا السكار ديروا العسل ديروا اي عسل عدكم ما شوف شرط غد ديروا هذا ديروا اي عسل عدكم ديروا صافي العجين كل السمن ركم عارفين بمتعاد بسم الله على بركة الله هذا نجمع العاجين كامل صافينا عدين سلسطة الما ولكن ما بتاخدوش بعينكم ميزانكم اللي ما العينكم ميزانكم المعيار ديال ما بتديروه الروسكم تحكموا في العجين ما يكونش رخوة ما يكونش قاسح باش المسل من ديالنا يجينا زوين وانا قايا لعمل البنات مسلا ناخدش في الوقت بزيخ كاما قيلة لكم قيلة لكم هايرتا نجمعه ندهنوا بشو قدستيس ندروا في البلاستيكا ونخليه يرتاح حتى العشرة طقائر حتى العشرين طقائر قا قدما خليتوا يرتاح قدمتي يجي زوين سوفي هنا البنات كمال بليكم رغير جنتها ديتها وجدتها نجمعتها زيان تبشوا بشو بشيك ودرتاح قطلات بيكا بورش تكميل البنات كتلقائي سبارك الله ما شاء الله انتم منعجين ولا مخدومة بحضونت انتم البنات هذه الطريقة راه تبوي نبس زف سافي وناخد منه قويرات على هاتشكل تبارك الله عدنا الشليو من البنات والملاوي مع الشاق وبراتاتي تيجي وغزالين ما شاء الله غير نوضوا البنات ديروا هات الملاوي ان شاء الله حطوا يكون فاقرب وقت وديروهم رغم تبينين وانتم غيرتشوفوا الطريقة ان شاء الله تحصلوا على الملاوي بسرعة صافي بحرك البنات بقرة هذا صافي البنات حصلت على الكويرات بحلقة وغنغطيهم نخلي نوتحها خمسة طقائق باش غندوبو حد مية قرام تعي الزبدة ونعود انتلاقها وان شاء الله باش غدا نخدمهم غدا يعجبوكم البنات طريقة ديالتي صافي هنا البنات هاي الزبدة اللي دوبت مية قرام وزدت فيها واحد جمعة ديال السيت باش متش جمتش ليا وهنا عندي الفينو وزدت باش غدا نخدم صافي هنا البنات بسطح العامل عندهم بسطح بحركة هاي بكل الناس صافي بعد ما تحدد بسطح العامل تندير بحركة البنات الخرصة هي بحركة صافي البنات نجيب الزبدة بحركة مرغة على الزبدة مزياد ونضي الفينو بحركة صافي نجيب الخرف منها ونحط حدايا هنا على الجانب نعود معكم الحاملية طريقة بحركة نجيب الزبدة تنع ببير كم عالقة نسيت ونضرتي ديال زيت البنات صافي باش يستحوا لي يجيونك طوار بزياد صافيت انحطاني على الجانب بحركة بحركة واحدة كملتهم كاملين درس في البلاطو حدايا وادر درسهم كاملين واحدة يجيون ساهلين جتلكم البنات في اقص قل وقت قل 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 توجدوهم ان شاء الله وخي وخي يكونوا يجوا عندكم الضيف على غفلة توجدوهم ساهلين مهلين مع لكم غير تتابعوا الفيديو من الول حتى الاخر عالم ومصافة اجيب لكم غير الحاجة البسيطة ومتوفرة في كل بيت وطريقة ناجحة مئة في المئة البنات المبتدئات اخواتتي المحترفات كل شي ان شاء الله اجيبكم على الطريقة لقدرت تجيغزال البنات اول قرة اللي لقدرت انتم البنات تخدموا في نفس الوقت مليوية غزالة البنات ممكن لكم تديرو حتى بسمن محسن من ديك واحدة في واحدة واني حاط لكم الطريقة ديها تسعي زوين البنات انتم تيبشي بسرعة 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 وتيجي زوين البنات تجيمر الشرش ومرق وزوين تلكم في وقت قليل تنكرد موصافي تنبقوا شواء كفين عليه تلكم حتى هالطريقة اللي غندير تقسموها على جوجة تعطيكم ملاوية صغيرة ورين هنقسم لكم شي واحدة انا عزيز عزيز اخواتي سيلمي لوي كبير تربح الوقت واحدة الصغير اللي بغيتو خليولي ونجل لكم الطريقة ديها تتايا سيجي زوينة مانتمل نشتو هنت صافي غندير في نول الول لهذا الشكل عادة نزيد السبتة بساهل ماهل وزوين البنات بزاف قاعد بدي حط لكم حلوكات في دير قهوة بسكوز القهوة اشربتوها البنات وبديت نخدم كل نشاطه حلوية ننتمال البنات خليوا عريض انتو نورقتها بمفس الطريقة بسافي نقلص بحلوك البنات نوسع هكذا هنقطع عليكم على جوج باش ببغيتو حتى تقسمو على جوج يجيوكم زوينين بسافة البنات هادي نجيبوها هنا ونورقو عليها بحلوك الشتون ثم ساهل للطريقة البنات وحتى يعطيونا ملوية صغار وزوينين ومرقين شو كديرين يجيو مرقين وزوينين هنتم صافي نكمل البنات ونعودون لطلاقة ان شاء الله صافي هنا البنات اللي خدمتت فنغطيها اللي خدمتت فنغطيها هنتم البنات درت استصغار ودرت استكبار تبارك الله ما شاء الله بعد الكيس ندير الفورس وكاسفين وشوش حال عطاعتني تبارك الله ما شاء الله وليبغي يضعف الكمية يضعف صافي نخليهم يرتاحوا واحد خمسة دقائق ندير المقلة تسخن نبدأ نخفزه هنتم مع بعين البنات صافي البنات انا درت المقلة تسخن مشتوها صافي دا بغن ندير باول اول ملوية ان شاء الله بسم الله عبركاتي اللي هادي جيل ملوية اللولة الشهر صافي نورقها نعم شوية السيت وعش المقلة تسيت صافي هنا البنات على هالطريقة من الوص ندفعو الجناب من الوص ندفعو الجناب جميعا لها نخفزت ولنا انا كنت اضغى اولن لها نخفزه و proud عائكر تسعر على الوص ندفعو الجناب من الوص ندفعوSU التسخن ندفعو الجناب من وضع شناب من الوص ندفعو الجناب من قبل قطرة السيت سوف نقلبها رائع ماشاء الله سوف نقلبها سوف نقلبها قربها قربها سوف نقلبها award غزالة رائعة 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 يا البناس شوفوا تبعا كبيرة عنكم خفيف ومهوي ما نقول شليكم غادي نتجربوا هالبنات وغادي نتشكروني عليه خلوا لي في التعلاق الشكر ديركم لتي يعجبني تعالق ديركم رائعة ما شاء الله من الأوقات اللو عمي رائعة مفيدة ومفعة زوان انا ورقت واحدة أخرى دين ندفعوا كما قلت لكم ضللاؤل نواسعها من الواسوه ومشطعون في الجناب ليسه كل توريق دين دفعوا الجناب ليسه لعنا زوان اضافة واحدة الشبيكة سوف نضع عليها الغذال سوف نورق الصغيرة سوف نسخوص特別 التهوة كذلك من الغصة ندفع للجناب من الغصة من الغصة من الغصة من الغصة من الغصة عادة نبسطة لها تشنيبه صافي المدرة الزيت في المقلة هنا المدرة نمشه التهوة نمشه المقلة كبيرة سوف تستخدم المقلة لدي مقلة لذلك سوف تستفق بخطرة البحث المقلة 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 فقط قطر فيه طرح على الحكومة نظف هذه البنس نجعلها تحمر جيدا اتجل تحتافظو بها البنس لنجعلها تحمر جيدا نعمر عليها تلك السبب اضع القهوة اضع القهوة تحمير اضع القهوة تحمل الهواء اضع القهوة تكون جميعاً ويبقى أرطب ويبقى زوين ويبقى لا يضيف فارغ لا يمكنك فارغة فى واحدة ويشفى كل ما يبقى بحلت المضاعف الآن قمت بحلت الملاوية كملت من الحلوى كفافة وزوينة ومهوين ومهوين ويبقى الحجم الكبير وحجم الصغير وأنه يكون لكم هانتوما البنات يجوا فاركين البنات وخاوين ورقة على الورقة هانتوما بالاسرار ديالهم وبالطارقة ديالتوما لكم كل شي شتوع لعينيكم معليكم غير تجربوهم ودقولوا لي كيف وجهوكم وشكرا لكم وبسلام عليكم القدم وجداد وشكرا لكم بزاف خلوا لي يا أخواتي بصايم الله يزاكم بخير لأول مرة تزوروا القناة واركوا على الجرس بس يبسركم الجديد ديالي وتعليق زوين يكون محفز وبرتاجي القناة ديالي قناتي ما زال خاصة الدعم ضيزة ديالكم بخير بكم انتم باش القناة ديالي غا تكبر المتبعين ديالي شكرا لكم بزاف عالم ومصفاته تشكر الكبير والصغير أخوتي وخواتي وبسلام عليكم وانتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد وديم المعالج جديد والوصفة سهلة وبسيطة مع عليكم غتشاهدوا الفيديو وغتجربوه وغتشكرون علي ان شاء الله